يمكن أنا عايز سيف أقول رأيي ما عرفش هتقايدوني فيها ولا لا من وقع تجرب كتير جدا أنا ضد أن أنا بقى نادي ضمنهور ولا دجلة ولا الأندية الصغيرة دي واجيب نجم بحجم عمر زكي أو بريم سعيد كيف سيتعامل هؤلاء النجوم مع اللعيبة كيف حيتعاملوا مع الأجهزة الفنية بتاعتهم كيف حيتعاملوا مع الجمهور الأندية الصغيرة دي محتاجة واحد تجيبه من تحت البلاطة عايز يبقى نجم لكن انت قري دي جايب جعان كورة يعني بالضبط كده باللغات نحن جعان كورة عايز يظهر لكن انت جايب بريم سعيد عشان ايه منظرة جايب عمر زكي منظرة فما ينفعش وأنا أعتقد أن محمد عمر وأنا كنت نفسي أسأله أستاذ إيهاب هل الصفقات دي بموافقة عمر ولا لأ لأن دي نقطة مهمة جدا مديق مديق مع احترام الكل الأندية اللي تحت المفروض أنا بجي إيه اللي مميز النادي الأهل عن كل أندية مصر كله بس يا كابتن ساحات ليه فوائد أقول لحضرتك يعني مع واحد مثل إبراهيم سعيد أو عمر زكي النهاردة مش قادرين يلعبوا في الدورة الممتاز الظروف مش سامحا لهم عايز أي فرصة يطلع فيها ممكن رئيس نادي النهاردة يفكر أنا أجيبه النهاردة أنا أديله الفرصة دي هيعمل لي برضو حالة قلق المنافس هيقوي تقل الفريق النهاردة ما فريق هيبقى فيه مثلا عمر زكي إبراهيم سعيد هتفرق أنا عارف هراك أن الكرة في فرق في فرق بالله نجمي كبير بحمر عمر زكي إبراهيم سعيد ده ممكن يبقى من أحسن اللعيب اللجوم في طريق مصر وأنا قلت له كلام ده لكن هو ما بيسمحش الكلام مخه في طراب عينت عفرته اللي عنده 22 23 سنة 24 سنة يعمل ده اللي لسه ما عملتش حاجة اللي لسه ما عملتش بصمة في كرة القدم لكن عمر زكي عمل بصمة في المنطقة بمصر في نادي الزمالك إبراهيم سعيد نفس القصة لكن عفرته لسه ما عملتش لما حسن السيد راح المقصة كسر الدنيا رجعه النادي الأهلي لو كان قاعد في النادي الأهلي كان عمل لكن هو عايز يزبط وجوده أن هو كويس مؤمن زكري وكان لعيب في النادي الأهلي لما مشوه راح انبي لسه صغير كسر الدنيا في انبي زي ما انت شايف الخناء اللي عليه فأنا وجهة نظري ممكن أبقى صح وممكن أبقى غلط وعن تجارب كابتن حسن تشحاتة لما أنا سبت نادي الشمس وهما مسك في الدورة الممتاز جاب لعيب النجوم كلهم مجد الصياكة بلعجة جاي من الزمالك ومش عارف مين وين محاجدش عمال حاجة محاجدش لعب فأنا أنا رأي الشخصي إسماعيلي أه كان جاي من الإسماعيلي فأنا رأي الشخصي المتواضع إن أنا جيب لعيب يفيدني لأن الكورة دلقت قوة وسرعة لما تجيب إبريم سعيد بالواربع خمس سنين ما بيلعبش ده حتى يعني التركيبة الإلهية بتاعت ربنا يعني ده أنت لما بتعود الساعة ما بتمشيش ركبك بتمسك في بعض لما بتعود أربع خمس سنين ما بتتمرنش وبعدين في حاجات علمية في الجهاز التنفسي طهرابوزيت طهرابوزيت من أفضل عيب لجات في طريق مصر لما رحنا ودنا مع مستر فيسر المستشفى قالك طهرابوزيت مشكلته إنه بيتمرن وبعدين يقعد يتمرن وبعدين يقعد إن مفيش يستمررية في التدريب فبالتالي مجهوده ما بيبقاش خلال التسعين دقيقة على نفس المستوى عكس برايم حسن وبرايم حسن إنت جيب حسام تلعبه موتشين تلاتة لإن حسام حسام مفيش في حاجة اسمع عنده تمرين خفيف وتمرين تقيل وماتش برا كل واحد الحضري تعالى تفرج على الحضري دلوقتي أنا كنت كان عمر ابني بيتمرن وروح تفرج عليه من وراء كده بيتمرن واحد عنده 18 سنة عشان إنت بتشوف رد الفعل بتاع الحضري ده فعمر زاكي بقى له كم سنة ما بيلعبش برايم سيد بقى إلا إنت مش معايا زعيم سيبنا أنا عمالة هاتي الكلام عجبني كلامك بتغني آية والله كلام جميل جدا صح ترجمة نانسي قنقر